الوحدة الخامسة الدرس السابع والعشرون استمع إلى الحوار الحوار حضارة المسلمين ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ نعم تأثرت بها كثيرا فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ أحسنتي فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ ودع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم الحمد لله فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم فهي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته الوحدة الخامسة الدرس السابع والعشرون فهم المسموع استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب تأثرت أوروبا كثيرا بحضارة المسلمين فقد كان لدى المسلمين حضارة عظيمة حملها المسلمون إلى كل العالم من الصين في الشرق إلى أوروبا في الغرب تقدم المسلمون في الرياضيات والطب والصيدلة وغيرها تعلم الطلاب من أوروبا في المدارس والجامعات عند المسلمين واتصل علماء أوروبا بالعلماء المسلمين وترجموا كتب المسلمين في الطب والصيدلة والرياضيات ثم درسوا هذه الكتب في مدارسهم وجامعاتهم بعد ذلك مرت على المسلمين سنون طويلة تركوا فيها العلم فانتشر بينهم الجهل حتى وصلوا إلى مرحلة التخلف في العصر الحديث عاد المسلمون مرة ثانية إلى طلب العلم كما أمرهم بذلك دينهم ففتحوا المدارس والجامعات في القرى والمدن لقد عرفوا أن العلم وسيلة الإنسان في هذه الحياة وقرروا أن يهتموا بالعلم والعلماء حتى تتقدم بلادهم أولاً حمل المسلمون حضارتهم إلى ألف الصين في الشرق با أوروبا في الغرب جيم كل العالم ثانياً تقدم المسلمون في ألف العلوم والطب والصيدلة با العلوم والهندسة والفلك جيم الصيدلة والطب والرياضيات ثالثاً ثالثاً تعلم طلاب أوروبا في ألف مدارس المسلمين با مدارس المسلمين وجامعاتهم جيم كليات المسلمين ومساجدهم رابعاً رابعاً في العصر الحديث ألف رجع المسلمون إلى الدين با طلب المسلمون العلم في أوروبا جيم ترك المسلمون العلم خمساً فتح المسلمون معاهدهم في ألف القرى با أرديف والمدن جيم الشرق والغرب ترجمة نانسي قنقر